من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد دعم جهود مصر في التوصل إلى اتفاق بقمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وخلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الكوب 27 أضاف جوتيريش أن هناك مشكلة متعلقة بالثقة بين دول الشمال والجنوب أو بالدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة فيما يتعلق بقضية المناخ سيادة الوزير سامح شكري أنا أدعم تماما الرئاسة المصرية في تحقيق النجاح والنتائج الإيجابية لكوب 27 وفيما يتعلق باجتماعات التي عقدت في بالي والتي أشكرك على هذا الوصف الدقيق للموقف الحالي نحن كوب 27 على وشك الانتهاء في خلال 24 ساعة والأطراف ما زالت منقسمة حول العديد من القضايا الأساسية كما تم الأشرة إليه أصبح من الواضح في الأوقات الأخيرة أن هناك مشكلة في قضية الثقة بين الشمال والجنوب وبين الدول المتقدمة وبين الاقتصادات الناشئة ولكن ليس هناك وقت لذلك